استمراراً لعمليات التطوير والتنفيذ بمدينة السلطان هيثم وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتفاقية تنفيذ الأعمال الأولية للمرحلة الأولى بالمدينة وذلك بهدف تهيئة البنية الأساسية للطرق على مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع وتهيئة مجرى الوادي وتطوير المنطقة المحيطة بالحديقة المركزية على مساحة مليون وستمائة ألف متر مربع والمسارات الرئيسة بطول إجمالي يبلغ خمسة وثلاثين كيلو متر هذا المشروع عبارة عن تنفيذ البنية الأولية أو المشروع مدينة السلطان هيثم هذا المشروع حقيقة هي البنية الأولية تعني تسوية الأراضي والخاصة بالمشروع جزء كبير من المشروع تقريبا حوالي 6 مليون متر مربع من التسوية وطبعا هذا العمل اللي حاليا نقوم به هو اللي سيقام عليه كل الأعمال المستقبلية فالحقيقة أن العمل بدأ الحمد للعرب العالمين من اليوم ونتوقع تنفيذ العمل الرئيسي في هذا المشروع في غضون ثلاثة شهر من اليوم إن شاء الله ويجري العمل حاليا على عدد من الاتفاقيات استعدادا لتنفيذ الأعمال الإنشائية للبنية الأساسية والمباني الخدمية والحديقة المركزية والأحياء السكنية بما في ذلك الطرق الرئيسة وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والنطاق العريض والمسطحات الخضراء وفقا للخطة التنفيذية لمدينة السلطان هيثم نتوقع في المرحلة اللولية يكون عندنا 250 عامل في المشروع ويكون عندنا 150 معدة تعمل في العمل سنقوم بتقييم الوضع في الأول سبعين من تنفيذ هذا المشروع وإذا تطلب الأمر زيادة موارد سواء من المعدات أو من العمالة سنقوم بتوفيرها بذن الله وتتمثل رؤية مدينة السلطان هيثم في إرساء نموذج جديد لبناء المدن المستدامة التي تواكب احتياجات النمو السكاني وتطلعات الحياة الحديثة للشباب والتأكيد على تبني مفهوم مبتكر في البناء واستشراف الأساليب المستقبلية وتسخير الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر